اهلا ومرحبا بكم اليوم شاء مبعضنا سابلي بمعنو من حلوات العيد وبصراحة بصراحة اندي انا لحلوات الكل في شيرة وسابلي رقم واحد نحترمو نحبو ونحبو على اللخ ناخدو 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة مكانش حطة في ميكرو وان 30 ثانية نص دقيق 400 جرام فارينة 100 جرام نشاي و 80 جرام سكر محور عظمة رشة ملح وباكو سكر فاني وإلى نكهة الفاني وشتر باكو خميرة متعاتو 8 جرامات 7 جرامات خميرة متعاتو على الكمية هذي تحب تعمل كيلو ضعف المكونات لكل فادو نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله ناخد طوى الزبدة اريدوها كفاش تكون ركزوا معايا كريمية تكون كريمية إذا جاتك وحلتلك في الفواي ولا في المغرفة مغير ما تكمل عاو تحطها في المبامغي معناها ولا في ميكرو واند باش تطريها شوي عليها 80 جرام سكر عليها رشة الملح رشة صغيرة ملح ونضع الفانيلين فانيلين هي نكهة سيناعية وهي تعطينا نكهة 100 شرعة ونضع كمية صغيرة وزدت رغم ذيكا سكر محور سكر فاني سكر المحور سكر بودر مرحي بودر نخلط الكل مع بعضه باللقديب حتى يضوب السكر ولو انه السكر لا يضوب مع الزبدة يضوب مع الزبدة نخلطوهم حتى الزبدة مع بعضهم خلطين مريح وقتها نحط العظمة بيضة كاملة جرابت رأني وصفات وعملت وصفاتي الخاصة الفيديوهات السابقة ثم تعرفوهم واتبعوهم ومشاء الله ونحسهم فيهم مكونات أكثر طرق أخرى وبنان يضوبوا في الفم وبنان عن الخر وهذه أضمن وصفة لي وأسهل وصفة وبنانة الحقيقة حسلو طوا اخذت الفرينة حتيت عليها الخميرة ونخلطهم الكل مع بعضهم ومن بعد نغربلهم ونحطهم فوق العظم والزبدة نغربلوهم باش نهوميوهم وفي نفس الوقت نخلطوا المكونات الكل بالتساوي مش شيرة يجي فيها خميرة وشيرة ميجيش فيها وشيرة يجي فيها وشيرة يجيش فيها وهكيكة وتجي رطبة كنهويوها هكيكة الفرينة تجينا رطبة هوني الخميرة اللي قاعدوك عابر كملت هبطهم وطوا نجي نخلط الكل مع بعضه هوني ما اللي اكتشفت اللي كنبسه قواندويت ما يستلسقش في العجينة في يدي ما نحبش نخسر منها حتى نكتة ما نحبش نخسر منها حتى شوية كي تلسق فيها كي تعملها بليد تلسق بالقدام وطرسيرك تخسلي دي كوي ووي 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 وتنحى كمية متاع عجين وكي نعملها بالجواندويت تتنحى وحدها من بعد ما تلسقش الحقيقة في يدي هناك طبو نشوفوا اللمين كيفش تلمها ما نعجنوهاش عجنين اللموها لما وكي نقول عجنين ما نقول عليك تعجن في مليوي مش معناها حكرا وتلم ما تتفجعوش متخفوش منها هذي اسهل وصفة ومقاديرها مضبوطة وامورها واضحة وصفات الاخرين بالحق يرجعوك للزمن الجميل ولك السبليك الروايالك اللي نعرفوه قبل فيهم نكهة سبيسيال لكن معافشة ليش قلبي يدير طاحل هذي وديما ولي تنعمل هذي طوا عندي تقريب هذي ثلاث عام ثلاث عام تقريب نعمل الوصفة هذي او كاريتو كيفش تنحى كيفش تتلم للي تولي رطبة نعرفوها اللي عجينتنا امورها واضحة تبعوني في كل مرحلة نقول لكم عليها نبدأوا من الزبدة اللي هي كريمية وقالة بحرارة الغرفة نكمل بشي قلولي جميع مارغارين اعمل على روحك لا تطلعش نكهة الزبدة حط شوية سمن معاها حط اي حاجة بشتعطي نكهة زبدة اذا تحبوه ريت الطراوة لذي كاترية بالقديق اما راهي على خطر الزبدة انا ديجا مسخنتها لا نجمو نخدمو بيها كل ما تعودتك بسطن كنحطوه في الفريجيدير كنك مزروب احط في الكنجيلاتور قسمتها كعبورتي مش نحل بالكعبورة بالكعبورة او حطيت كل واحدة في بابيس والوفان وحطيتها في الفريجيدير اين هوني ما نكذبش عليكم استنيتيش برشة حطيتها وخسلت المعون ومتعل ذلك اللي حضرت بيه وكل بعد تجبتها اما كان حطيتها في الكنجيلاتور كالعادة جي امورها واضحة نحط المرحلة ثانية زوزة وراق بابيس كويسون وإلا سيلوفان وإلا ساشيات يكونوا نضاف ومهم ما منين فيهم مش حاجة أخرى مصخة ولا حاجة نجم تحل بيهم المهم حاجتين فوق بعض مكاكة ما يلصقوش ويخرجوا هالك اولا رطبة وثانيا لا تقعد تلسقلك في البوندو تخافاي ولا تلسقلك في القلقة لا حتى شيء وطبع نحلها تقريب على كبر البابيس وهوك الخشن وشوفوا الخشن اللي تحبوا عليه نبدأ نضربها في الوسط مش نهبط عليها طول كالبيتزا نضربها في الوسط بشوية بشوية وبعد ننضز فيها علي مين علي ورقة ومناختين يحرق الكمية هي 40 كعبة سابلي معناها 80 طرف 40 كعبة أو 41 ريت كيفاش هذيها طوا عندي قالب حبيت نعملها مزينة من فوق خلينا عاديين وكهو وليت خريط القالب معناها الفورما وكهو نرشمها طواكي ما تراو هكا إذا تقطعت معاكم وحسيتوها سيحة وسيلة حتوها في الطبق حتوها في الكنجيلاتور بصراحة وبعد جبدوها وطواكي تجبت بالكعبة تتحطلك في الطبق طول التبريد متاحه راه مهم جداً الزبدة من اللولوك خدمنا بها وكريمية ومورها واضحة من بعد تبريدها مهم جداً بشنجمو نختمو به ولهنا كي جبت لك عباريت وكفاش نهزر بابي كويسان ومن بعد نعوجه تخرج لي طرف الحرف متاع كعبة السابلي نبدأ بالسياسة نهبط فيها كان جيت جيمدة وبردة تغبط لك فيه دكتك فاسي الماء ولا تحط حتا سكينة تحتها تطلحها تنجمت نحي لحراف متاع البات اللي دائرة بالقويلب ومن بعد تجبت بالكعبة بالكعبة وتحطها في الطبق التباق تحطوا بابي كويسان ولا ما تحط مش مشكلة أنت عندك الزبدة لا تخاف هنا يقعدت نحي في الأحراف متاع العجينة بالشكيكة بسهولة نجم من نحي القويلب يعني الكعب هايكة ومن بعدها تسهيل علي قلع وحط هنا نظموهم من نسقوهم مش لبعاظهم على الأخر في الطبق هما ما همش بش يتنفخوا يلسقوا في بعاظهم ما ما نحبوهم مش هذا يبدوا ليسقين لبعاظهم يعني من بعض الفور طوى أهم من أهم حاجة الفور اللي هنا يكون مية وخمس وستين مية وسبعين ماكس أنا حتيت مية وخمس وسبعين من الأول جدي سابان بعد سخونا على الفور وبدوا يحمروا على جنيب ومن فوتوش عشرة بين عشرة أثناشا دقيقة ماكس إذا فورك بارد أثناشا دقيقة عشرة دقيقة طيب أكا هوا طابطهم الكعبات هذوما لوراق هذوما عملتهم أخشن شوية من الأخرين ما كان شي طايحولي كان حليتهم أكثر يطايحولي أكثر كعب مليا قلتلكم عليهم وهذو منواع قويل بحبيت نوريكم اللي عندي شيرته من قبل هذوما استعمال هواينا من قبل للسبلي حبيت النوع المرة هذي نعمل قويل بهاكا هذوكوما كالورقة ماهيش من بقالب سبله هاي قالب بسكوية عادي أما أنا خذيت الورقة وبعد خذيت من شكل آخر وعملت لهم كالنقبة هكا من فوق باش يظهر منها المعجون ومن المستحسن تتعمل كالنقبة هذيك تعملها في الطبق متاع الفور باش ما تفسدش الشكل متاع كعبة سبله خاطر كانت تعملها فوق البابي كويسان وتجبتها وتبدأ سخونة شوية تولي ديفورمي او كاب ماني احاولو كي تبدأ خاصة كي تبدأ ديفورمي وإلا رهايفا شوية تولي ديليكات معنا في الهزين بتاحها والمربعين هذوكوما عملت فيه مقلوب فعجبوني على الاخر وحطيتهم في الفور نعوده نقول انا حطيت 175 درجة وبعدها بطت وليت 170 وتنصر كان حتى فور قوي حط حتى ب160 ويقف عليها الوحدة لولا باش تشوف اذا تبدل اللون ولي وكباش تعرف من بعض الاخرين كيفش باش تطيبهم وهوكا نحطهم الكل في التبقرة صفهم جناب بعضهم وبعد ندخلهم عملولي انا اربعة اطبقة ولا ثلاثة اطبقة ونص اربعة اطبقة غير شوية وهذا هي الشكل اللي يعجبني الشكل الايامة الزمن الجيميل قبل كيفش كنا نعملو سابليك تبدأ كبيرة كيكا مشرف ويتباعة كيكا كبير مشرف ويبدأ حتى العين الوسطانية متاعه كبيرة وهذا هي سابلي صغيرون يعني اللي نعملوه طوا والاشكال المتداولة طوا نحطهم طوا هكيكا فوق بعضهم ونفرقهم في تبق فوق بعضهم باش مبعد كي نعمل المعجون نعملهم معناها بديهم نظمي لهنا انا طيبتهم قبل شقان فطر وبعد شقان فطر عملت المعجون خليهم بيبردوا كمبليت مو باش ما نكسرهم مش بعد ما يبردوا نعملوهم المعجون متاحهم ماذا بيكم تاخذوك المعجون اللي يعيشوا البركة فهم المعجون اللي يجي في السكر وكل يكون خير على الاخر هو ما خاطر فيهم السكر ويبدأ معجون حلو يولي ويسر يسر حلاوة او كنقص وحطوا في كل معجون اللي يبدأ اللي يجي اذكا منعنش في تونس كان فما المعجون لك المخفف قولونا شنو الماركة ووين باش نستفيدو مبعدنا وطوا هكي عملت لهم المعجون عملت فريز ومش ميش تشوفوا ماشا الله قبل كانوا يعملوا لها السكر المحور فوقها ليه عاد قلتي سر كيكا بصراحة وكانت تحب انت تعمل سكر محور اعمل علي في المرحلة قبل ما تحط المعجون هكا المرحلة هذي باك الصفية حط مغرفة سكر محور وعدي عليهم تك 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 وم بعد حط المعجون وحطها فوقها باش السكر ما يجيش فوق المعجون تعملوا قبل وهكا نكملهم بنفس الطريقة وهذي الورقة كان عندي شكل ما اكبر اني عملت لها كعين في الوسط كبيرة ولا ورقة اخرى بعد اتفكرت لي انا عندي فورما متاع وراقم تاع بتاسويك خنسيت الله غالب وهذا هو الطبق اللي طيح لي بخلافة الطبق اللي هربط بيها مل اخر صغير فما طبق صغير اخر هربط بيها مل فيه شطر يمكن اكيه حصلوا جايب نينا بينا تهبل ولسا بلي سر بتاعه ماكلته مش في وقته وفي وقت يجيه شوش يهبل اما كي بيت ليلة بالمعجون يولي تريه ذوب ذوبين في الفم اكلي كي يتاكل كعبة متجمش توقف ازمك الثانية والثاثة والرابع شوفوا قديش مهشهش ماشال وهذي طريقة الاحتفاظ انا كي العادة نحط طبق فوق الطاولة او كمان حلوية رمضان وفي نفس الوقت حلوية العيد نخبيها في الحكوك القصديرة دوما وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة